السلام عليكم مشاهدينا الحلوين معاكم سارة من قناتي مطبخ سارعتية اكلتنا النهاردة هتكون من المطبخ الكويتي هنعمل مطبج اللحم الكويتي او مشبوس اللحم الكويتي من الاكلات اللذيذة والمشهورة جدا في الكويت واللي بتكون غنية جدا بالنكهات والطعم اللذيذ فان شاء الله نعملها النهاردة بطريقة سهلة جدا وحتعجبكم اوي بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ياريت لو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة واتفعالوا الجرس عشان توصلوكم الوصفات او البول ودلوقتي يلا بينا مع بعض نشوف وصفتنا الحلوة للنهاردة نبتدي اول حاجة بتحضير الرز لاننا هننقعه قبل ما نستخدمه في الاكلة بتاعتنا فانا مستخدمة هنا رز بسمتي الاندلوس هاخد منه كوب بيتين وهحط عليه مية تغطيه من فوق وبعد محطيت المية هحط معلقة كبيرة من الخل وهضيف معلقة صغيرة من الملح وهقلبهم كويس وسيب الرز منقوع لمدة ساعة ده بيخلي حبيت الرز تطول ويكون لونها ابيض وحلوة جدا بعد ما تستوي نكمل بقى بقية اكلتنا هنبتدي دلوقتي بقى نحضر اللحمة في حل على النار هحط كيلو من لحم الغنم اللي بالعضم لو عندك اللي من غير عضم مش مشكلة استخدميه بس اللي بالعضم بيكون احسن في المطبق هنبتدي دلوقتي نحط عليه بصلايا وسط متقطعة 4 تربع وعليها هحط شوية من الورق اللوري وكمان عود ارفة وينسون النجمة وهنحط فلفل اسمر وقرنفل وعليهم هنضيف حبهان وكمان واحدة من اللومي ومعلقة صغيرة من الكاري هقلب دلوقتي بقى اللحمة مع التوابل والبصل لغاية ما تغير لونها وتتشوح كويس فيه ناس بتحط اللحمة نية على طول من غير ما تشوحها لكن انا الصراحة بحب شوحها لان بيديها لون حلو بعد ما بتستوي اللحمة فبعد ما نقلبها كويس وتكون تشوحت دلوقتي بقى هنضيف المية المغلية لغاية ما تغطي اللحمة من فوق طبعا لازم المية تكون مغلية عشان ما تعمل شريم على اللحمة من فوق هقلب بقى اللحمة بعد ما ضفت المية وحستناها تغلي واول ما تغلي هغطي عليها واسبها تستوي على نار هادية لغاية ما اللحمة تكون مستوية كويس معنا لما تقرب اللحمة تستوي يعني تكون مستوية 3-4 سوى هبتدي اضيف الملح اللي يزبط الحضائية بتاعة الشربة بتاعتك انا ما ضفتوش في الاول عشان اللحمة ما تشدش وهغطي عليها واسبها بقى تستوي على مهلها خلاص اللحمة استويت معنا زي ما انتم شايفين اهم حاجة ما تسبوهاش تتهرع عشان ما تبصش معاكو في المطبج هتلقها دلوقتي على طبق وابتدي اصفي الشربة عشان استخدمها في الرز او العيش اللي هما بيسموه هنا في الكويت العيش هنصفيها كويس من البهارات الصحيحة اللي فيها احنا خلاص مش محتاجينها ونكمل مع بعض اكلتنا هنبتدي دلوقتي نحضر الرز البسمتي او العيش بتاع المطبج فهنحط 3 معالق كبار من الزيت فحلة على النار اول ما يسخن الزيت هنزل عليه بصلة وسط مبشورة او متقطعة صغير خالص وابتدي اقلبها في الزيت لغاية ما لونها يغير وتاخد اللون الدهبي شوية يعني ما سبهاش تحمر قوي لا يا دوب كده لونها يبقى فاتح هضيف دلوقتي عليها معلقة صغيرة من معجون التوم او معلقة صغيرة من التوم المفروم هقلبهم كويس مع بعض لغاية ما البصر يبقى لونه دهبي شوية اول ما غيروا لونهم زي ما انتوا شايفين هنزل عليهم بقى قطع اللحم اللي سلقناها وطلعناها من الشربة مع بعض وهقلبهم كويس بقى مع البصل والتوم عشان ياخدوا منه نكهة وكمان ياخدوا لون حلو زي ما قلتلكم لازم اللحمة متكونش مهرية عشان لو اتهرت منك في السلق مش هتعرفي تكملي بقية الخطوات بتاعتك في تقلبها في البصل والتوم او في حتى الرز لما تيجي تغير فيها هتكون مهرية خالص دلوقتي بقى هنضيف عليها معلقة صغيرة من بهارات اللحم وكمان تلاتة من الفلفل الاحمر الحامي لو مش عايزاه حامي خلاص استقدارة استخدمي الاخضر البارد وهنضيف بقى الرز بعد ما صفناه من المية بصوا بعد ما انا اعناه اخد لون ابيض جميل وكمان الحبة تولد هقلبهم بقى كويس مع اللحمة دلوقتي بقى هنضيف المرقة اللي صفناها مرقة اللحمة احنا مستخدمين كوبيتين من الرز البسمتي فهنحط عليها اربع كوبايات من مرقة اللحمة نفس الكوبية اللي عايرنا بيها الرز هي اللي هنعاير بيها المرقة بتاعة اللحمة اللي هنحطها على الرز وطبعا لو اللحمة اللي انت مستخدمها الدسم بتاعها عالي او فيها دهنة كتير تقدري طبعا تحطي شوية من المرقة يعني تحطي كوبيتين من المرقة وكوبيتين من المية ومش كل مرقة لو مش عايزاه تكون تقيلة ودسمة دلوقتي بقى هنقلبهم كويس مع بعض وحنستنى المية تغلي او المرقة بتاعة اللحمة اللي ضفناها تغلي اول مغالط زي ما انتوا شايفين ههدي عليها النار واسيب بقى الرز يستوي على مهله ولو تلاحظوا انا ما ضفتش ملح لان اصلا الشربة كان فيها ملح هنحضر بقى الكشنة بتاعة المطبق في تصع على النار هحط بصلة كبيرة مبشورة خشن وحبتدي اقلبها من غير اي مواد دهنية التقليب بيكون باستمرار لغاية ما البصلة تمتص كل ميتها وتنشف وما يكونش فيه اتصى اي سويل هضيف دلوقتي على البصل نص معلقة صغيرة من الملح وعليهم رشة من الفلفل الاسمر وكمان معلقة صغيرة من الحبهان المطحون وحرجع اقلبهم مع بعض تاني كويس طول ما انا بقلب هلاقي البصل بينشف معايا اول ما ينشف ويبتدي يلزق معايا في الطاصة من تحت يكون جان بي ربع كباية مية بضيف منها شوية شوية لحد ما البصل يفك من الطاصة وبستمر كده في التقليب واضافة المية شوية شوية زي ما قلنا لغاية ما البصل يستوي اول ما البصل يستوي معانا زي ما انتو شايفين هبتدي بقى اضيف شوية من الزبيب او الكشمش المنقوع والمتصفي لازم ننقع الزبيب عشان ما يتحرقش اول ما نضيفه على البصل هنقلبهم بقى كويس مع بعض شوية وكده الكشنة جهزة معانا هنسيبها بقى دلوقتي على جنب ونكمل بقية اكلتنا اول ما الرز يقرب يستوي يعني يكون مستوي 3-4 سوى بكون محضرة نص كباية من ماء الزهر او ماء الورد بدوب فيها معلقة صغيرة من لون الزعفران او لو عندكم زعفران ضيفوه وبضيفها كده على الرز من فوق بشكل عشوائي عشان يديني حباية صفرة وحباية بيضة وبغطي عليه وسيب ويكمل سوى اول ما الرز يستوي معانا اول عيش زي ما بيسموه في الكويت هنبتدي بقى نغرفه دلوقتي في الطبق بتاع التقديم وبحط اللحم عليه من فوق وببتدي بقى ازين من فوق بالكشنة اللي حضرناها مع بعض اللي هي الزبيب مع البصل وهحط بقى عليه من فوق كاجو محمس او اي نوع مكسرات انت حابة تستخدميه او ممكن ما تستخدميهاش خالص عادي مفيش مشكلة وبنقدم بقى معاه صلصة الدجوز حضرناها مع بعض قبل كده في مشبوس الدجاج وبنقدم برضو معاها بقية الشربة وبنستمتع بقى بالطعم الجميل والنكهات اللذيذة جدا بجد من احلى الاطباق اللي ممكن تجربوها واللي مشهورة جدا الكويت بيها متأكدة لما تجربوها هتعجبكم جدا اتمنى كده الفيديو بتاعنا للنهاردة يكون خفيف عليكم وعجبكم لو عجبكم ما تنسوناش في اللايك والشير وما تنسوش تكتبولي رأيكم في الكومنت ولو اول مرة تشوفوا فيديوهاتنا ما تنسوش الاشتراك في القناة كان معاكم سارع تيا اشوفكم في وصفة جديدة باي باي